يلا يا شباب جاهزين نخلص التحديات لحتى نفتح الستايل الثاني تبع ديت بول الرمادي فالله مع بعض لحو يشرح لكم تحديات الاسبوع التاسع لنفتح الستايل الرمادي الخاص بالدل فازا انتو اول مرة انشاءت فيديو عالقناة ياريت شترك تفعيل زر الجرس وحط لايك للفيديو وكتوب كومنت حلو ليوصل لاكبر عاد من الناس ولا تساقوا ادعم بالايتم شو بنيمو 9 ويلا مع بعض اليوم فتحوا تحديات الاسبوع التاسع الي بتخلينا ناخد الستايل الخاص بالديد بول الرمادي فهلا مع بعض لحو نشوف شو التحديات ومتل من شايفين غرفة ديت بول صار فيها انو كلها طمي وغرأت بالمي فهلا لحنا لحو نشوف مع بعض التحديات تحديات الاسبوع التاسع اصدقائي اول تحدي منن يلي انت المفروض تلاقي الشورت الخاص بالديد بول انا حكيت بالتسريبات انو المتوقع يكون هون بهين منطقة بس هون راح هلا هو اللي حيكون موجود بغرفة مايديس منفوتنا عند غرفة مايديس ومناخد مع بعض الشورت الخاص بالديد بول فهدا هو الشورت الخاص بالديد بول نعمل هيك ومناخد الشورت الخاص بالديد بول وهيك احنا خلصنا اول مهمة والمهمة التانية هي بدك تروح تلقي التحية الخاصة على البنطال خلينا نشوفها مع بعض متل مشايفين انك انت بدك تروح تعمل التحية الخاصة بالبنطال فأنا هلا لح انزل جيم وارجيكم من مكان البنطال بالزبط بأي مكان تروح تلقى عليه التحية لحتى يفتح معنا الستال الرمادي فأنت لا تقطع المقطع لما تشوف وين مكان البنطال لأنه أنا بدي أرجيكم شغلة تاخد فيها بطاقة لعميل الموزل لحتى تقدر تفتح بطاقة السرية للعميل الموزل يزار أمامكم بالصورة فهلا مع بعض خلينا نشوف وين مكان البنطال نلقى عليه التحية ونخلص التحدي أصدقائي هذا هو المكان اللي هو عند سويتي خلينا ننزل مع بعض نلقى التحية على البنطال لحتى نقدر نفتح الستال الرمادي متل ما شفتوا أصدقائي هذا هو مكان البنطال اللي احنا تدسنا عليه اي او مربع حسب الكنترول تبعك واخدته وهيك انت بتفتح الستال الخاص بالديدبول الاكس فورس يلي ظاهر امامكم بالصورة فلا خليني مع بعض لكم على شغلة اللي هي بالنسبة للسكن الموزل خلينا اللي انفوت لعند سكن الموزل ندور عليه وينسكن الموزل لكم هاد سكن الموزل بقولوا عليه انه عميل مزدواجه مع الشادو والقوست وما ما له اي انتماء او اي شي في شغلة عملوه اخر فترة انه هي مهمة سرية الو اللي هي بتفتح لك بطاقة سرية خاصة في لهذا السكن انه متل ايموت يعني او متل الرأسة فيه فلا مع بعض لح نجرب ناخد هاي الشغلة اللي احنا وقولكم شون بتاخدوها وتضل معكم مع السكن اول شي منفوت لعند قائمة العملاء عند هون عن الشمال منفوت لعندون اول شي منفوت لعند بروتوس اللي هو السكن الاول منفوت لعنده اول شي منشغل هادول اللي شايفين هون هيك عاليمين بدنا نشغلهم ومنشوف كيف شو بيصير وشو بيحصل متل ما شفتو شغلتون شغلت اول شي بالترتيب انا هلا لحورجيكم هاي الصورة كيف بالترتيب ومتل ما شفتو هون سكن الموزي طلع فهلا خليها نطلع كمان لعند مين هلا باب نروح نروح لعندهي تي ان تينا تقريبا منفوت لعند تي ان تينا هون منفوت على هادو الجهاز هون شايفين فيه شغلات سودا او متل زرار سودا بتكبس عليها كل لاياتا واحدة 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 بالترتيب ومنستنى شو بشو بيصير متل ما شايفين طلع هون سكن الموزي او الخلاط هادو تبع الموزي فهيج احنا بنكون خلصنا الخطوة التاني هلا بابنا نفوت نساوي الخطوة التالتة اللي هي عند القط ونفوت لعند هادو القط بنكبس هون على هادو القط اللي هون عن الشمال لو شايفينه ببال بتكبس عليه لايوقع تمام بتكبس عليه ثلاث كبسات وبيوقع شفتو سكن الموزي وارش لو انطلع ومطلع من رد لبرة من روح لعند مين بقى لعند مايديس اخر شي من روح لعند مايديس شايفين هادو طبعا الموسيقى او صندوق الموسيقى بتدوس عليه بيشتغل بتضلع بتدوس عليه بتضلع بتدوس عليه اخدنا البنانا باضي شفتو شلون هاي بتحديات تحديات سرية يعني مدروا شو هننشوفها اقتن بالمجتمع او شوفها اقتن بالحط شو هادو ماشا شايفين على الجليتش ما حلو فهدا هو معنى شايفين اخدتو الحطوب الخاص فيه مواعف لو بيزبط على اي اسكين خلينا نجرب مع بعض نشوفها بيزبط على اي اسكين ولا لا والراح يا الله اتدور عليها اللا عليكم حطو الفوريت ونغير مسلا ما نحط اسكين ونحطهم نشوف هل بيشتغل تمام بيشتغل على اي اسكين انا كنت فاكر انه بس بيشتغل بالخاص بسكين البانانا او اسكين الموزة فبس هادا هو شايفين شلون تحديات مخفية واللعبة عم تنزل تحديات مخفية كتير فانت تأكد انك مشترك وفعل زر الجرس مشان اي تحديات مخفية متل هاي دغري انا نزلها واحكي عليها متل ما شفتو دولة تحديات يعني حتى ممكن مالا طعمة او في بعض الناس تقول مالا طعمة بس هي ازيادة ايتم عندك باللوكر لانه في ناس ما لشارية بطلباز وفي ناس ما عندك كتير اشياء باللوكر فهاي واحدة من الشغلات اللي ممكن تفيدك وشغلة حلوة باللوكر عندك زيادة يعني متل ما شفتو طريقتها سهلة كتير اول شي تفوت لعند بروتوس بعدين لعند انتنا بعدين لعند مياه وبعدين لعند مادس منقطش سكاي لانه سكاي ما الى اي شي هون بتفتح العنابيب وهون بتفتح الزرار الخاصة بالمبرد او الخاصة بهذا الجهاز وهون بتفتح متل ما اتلاك مو بتفتح بتوقع القط وهون بتشغل موسيقى عند مايديس وهيك انت بتكون خلصت واخدت هذا الايموت او هاد الشي يعني الشبيه بالايموت فهو حلو فعليا زريف يعني شغلة زيادة عندك فبس سادة ومقطعنا اليوم بتمنى يكون عاجبك واستفدت باي معلومة ولو عاجبك المقطع ياري تشترك تفعل زر الجرس بحط لايك على الفيديو وتبتو بكومنت حلو تلا عندي بكود لأيتم شوب اللي هو نيموتسعة نشوف انحاطه لما اللي حاطه نيموتسعة ايوة ليك نيموتسعة الله عليك نيموتسعة فبس سادة هو شكرا الىكم برعاية الله